قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن العدوان الإسرائيلية المستمرة والغاشمة على قطاع غزة والحالية على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته وخلال كلمات أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة شدد عبد العاطي على أن العدوان على لبنان يشكل انتهاكا صارخا للسيادة وسلامة الشعب اللبناني لافتا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل ثوري مواقف مصرية واضحة وتوجه ثابت لا يتغير تجاه حل الأزمات الإقليمية والدولية وخاصة التطورات في القضية الفلسطينية وهو ما تؤكده القاهرة يوما تلو الآخر في كل المحافل الدولية لاهتمام المصري بدعم القضية الفلسطينية أكده وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لحمام الدم في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية إن أولويتنا القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف بمنتهى الحسب أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل وبشأن الأزمات الإقليمية الأخرى دعا وزير الخارجية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في السودان وليبيا والصومال مؤكدا أهمية وحدة الدول واستقلالها وانتقد التصعيد الإسرائيلي في لبنان واعتبره انتهاكا لسيادته ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهوية فإننا نؤكد رفضنا التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي في سياق آخر أشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى أزمة سد النهضة منتقدا التعنت الإثيوبي وتجاهلها للقوانين الدولية ومحذرا من أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لنهر النيل وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب محتفزة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائه هكذا هي مصر دائما كعادتها صوت للحق والسلام تضع نفسها في مقدمة المدافعين عن قضايا الأشقاء العرب والأفارقة وداعية لإحلال السلام وإعلاء صوت العقل للحفاظ على الاستقرار والحفاظ على الأرواح وذلك انطلاقا من تاريخها العريق ومكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة اشتركوا في القناة